موسيقى الرئيس السيسي يوجه ببذل كافة الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى العهل الأردني بالشأن مفاوضات سد النهضة مجلس الوزراء ينفي أعلان حالة التوارئ بمحافظات الأقصر وأصوان والفيوم بسبب فيروس كورونا موجز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والمالية والداخلية ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب وزير المالية للخزانة العامة كما اجتمع الرئيس السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الدفاع للإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والداخلية والتجارة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير إدارة المخابرات الحربية المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد عيسي مجلس الوزراء والسادة وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التمويني الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك تضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فعالية وكفاءة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير إدارة المخابرات الحربية وعدد من السادة الوزراء الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة الأمر الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين على نحو دقيق وكامل يؤدي إلى حوكمة الأداء بأعلى درجة الكفاءة والسرعة وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة التنسيق الحثيث بين كافة الجهات المعنية في الدولة في هذا الصدد مشددا سيادته على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في هذا المجال استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكري وذلك في مستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية وقام سامح شكري بتسليم العاهل الأردني رسالة من الرئيس سيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة والموقف الحالية معربا عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية وموقف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد يوم الرابع ممارس بشأن سد النهضة الاثيوبية ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الاثيوبية ومن جنيبه أكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي مشددا على أن موقف المملكة الدعم لمصر في ملاف سد النهضة هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكاناتها ودورها وأكدت أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع وعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفح والمثابرة وأوضحت أن هذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور تاريخ مشرف وناصع ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتة على أرض مصر نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ماء الثيرة من شائعات حول أعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة فيروس كورونا وأكدت وزارة الصحة والمحافظات المعنية أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الوتيجة تفشي فيروس كورونا وأن الوضع الصحي آمن ومستقر بكافة محافظات الجمهورية وأشاروا إلى تجديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فضلا عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية أصدرت تربية وتعليمات رسمية لجميع المدارات التعليمية على مستوى الجمهورية شددت خلالها على ضرورة مخاطبة كافة المدارس وتأكيد على متابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج مصر خلال الفترة الماضية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا وتضمنت تلك التعليمات ضرورة تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير لازمة والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب وكذلك ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كل أمراض الجهاز التنفسي في المدارس وضرورة اتباع كافة العادات الصحية مشاهدين انتهى موجز الأخبار شكرا لحسن المتابعة